اللجنة الخنسية هتمشي يوم ما تقعد كتير شوية لغاية أول تسعة مصر لغاية أول تسعة الدور هيقلس أخي تسعة أو نص تسعة فأنت هتبدأ لائحة القيدة الجديدة في أكتوب تبليئ ليه تم منقشة الموضوع؟ ليه تم ترحه؟ ولا حد ترحه هم الواضح أنه حد قرر يعمل المشكلة حلسينك ما أنا بقول لك إحنا مش المهنت أنت ما فيش حاجة بتتكلم فيها أنت ما فيش ما بتتناقش في عودة النشاط أنت بتتناقش عشان تبوز النشاط فإيه اللي بوز النشاط؟ نعمل خناءة لللجنة الموجودة ندخلهم في خناءة إيه أنتوا ليه بتقولوا؟ يا عم والله ما قلنا ده مش إحنا أصلا مش قرار نحنا ده قرار قديم أصلا مظبوطاً المجل اللي ده رأي تنفيذ اللي قابليهم مش إحنا هو حتى التاريخ موجود 24-7 يعني قبل اللجنة يا جماعة مش إحنا والله العظيم يعني مش إحنا اللي قلت يعني أنت طلعتلي القرار وقلت ومش أنا ولا أنا اللي هتطبقه بس خد بالك اللي خد القرار وقتها واللي حالي مدير تنفيذ وريد العطار صلوك يكون بيدافع عن قراره آه تم اعتماده من عميد سراتس ويلم آه أوكي بس اللي خد القرار وقف شون اللي هابين كان صلوريد العطار القرار اتاخد هلو أنا بقولك أنت أنت بتنبش في حاجة زي دي عشان تبوز المسابقة فتيجي المسابقة تبوز هل لك بص المسابقة بوزت فيه فيه سنة بوزت فاندور على المحاج بيدور على جماعة فكروا الاول الكورة ترجع اول ما الكورة ترجع فقل للسنة الجاية فقل للسنة الجاية كده كده الموضوع مش مش قرى اللا جنة الخمسية يعني كده كده ده حقيقي فعلا أنا قلتك حتى ده الكلام الاسبوع اللي فات مش بتاعهم مش قرارهم مش قرارهم ولا هيعودوا ولا أصلا هما هيبقوا موجودين هو بتنفس. مش في الهوم ورك بتاعهم على فكرة. يعني التكلفات اللي خدوها من الفيفا ما كانش من ضمن التكلفات. تكليف الاساسي لللجنة اللي موجودة. اللايحة والانتخابات. والانتخابات. انت هو جاي سنة انتقالية عشان يبقى في انتخابات ما هو انت الفيفا ليجى ليجى لي وافق اصلا على اه وجود لجنة. عشان يعادل في اللايحة. عشان يعادل في اللايحة وعشان ما كانش ينفع يقعد سنة بمدير تنفيزي. هو المفروض على فكرة أنت قعد سنة من دي التنفيذي ثلاث شهور لحد بتعمل الانتخابات فأنت الانتخابات عشان تعملها بعد سنة مش كانت شين فهتقعد فجابوا لجنة الخماسية وبالمرة ما هو اللايحة الحقيقة انت 22-24 نادي في مصر كان صعب قوي ما فهمش تمانية بيلعبوا كورة يعني الحقيقة صعبة جدا الحقيقة صعبة جدا آخر مرة كان الجمال أمومية عادتها وليل كان 40 نادي وكان في عهد الكابتن أصام عبد المنان آه وخلاص بقى يعني انت بتكلم ومن بعدها الكيرف 24-24 نادي أعتقد الرقم رقم مهول انت عارف انت لو عندك 24 نادي بيمارسوا نشاط كرة القدم بصورة حقيقية ده عالم من رقم جامعية انت كنت لعبت الفيفا 25 انت كنت لعبت سيم فايدر كاس عالم كل 4 سنين فالحقيقة الموضوع مرعب جدا فهو كان الناس بتدخل بحاجات هزار يعني عشان الانتخابات عشان يقصد الانتخابات ياخدوا دعمه وطول السنة ياخدوا دعمه الحقيقة ما مظبوط فيه ناس ما عندهاش ملاعب أصلا فالهمورك الأساسي أو التكليف اللي جاية بيه اللجنة الخمسية هو تقليص عدد أعضاء الجمعانة عمومية وإقامة الانتخابات فما عادها وخلينا انت سألتني قلت يلي الدورة اللمبية تلغت فإلا هيحصل فيه انتخابات ولا ما فيش لأنه الانتخابات بعد إقامة دورة اللمبية أو أيهما أقرب أو أيهما أقرب بالضبط بالضبط كده أنا جاوبت إجابة اللي هي دي وقلت لك الانتخابات هتعامل في القصة هتعامل في القصة بس ما كانش عندي ما كانش عندي يقين وفيه كمان بند في لاحة بيقول أقيمت دورة الألعاب الأولمبية أو لم تقم يعني لو تلعبت أو ما تلعبتش ده حتى معل كده اللجنة المبية المصرية نفسها هيكون فيها انتخابات الاتحادات التانية لسه إنما اتحدوا الكورة الليحة النظام الأساسي بتاعته ده عارف ده وضع مختلف عشان ده مع الفيفا دائرة فيها البندلة وقيمة دورة الألعاب الأولمبية أو لم تقم طيب هنتكلم فيها بتفاصيل لكن عشان أقفل جزئية ملف الليعبين لأجانب مش هيتم طرح الأمر ده والسنة الجاية هتبقى بنفس الشكل بتاع الموسم الحالي إن شاء الله ولا ممكن تزيد لا نزيد هنجيد النقاب تمانية يعني مش للدرجات دي مش عايز تستفيد ليه بموضوع شمال إفراقية النظام الدوري المصري أو النظام الكورة المصري ليه مش عايز تستفيد بجزئية دي عشان أنت باع عندك أزمة في مراكز كتير يعني باع عندك أزمة في مراكز كتير فإنت فيه فيه لعيبة بطلعة فإنت شايف المحترفين بره مش بيغطوا الأماكن دي يعني أنت ليه 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 جزائر وتونس والمغرب بيستفيدوا بموضوع شمال الدوري المصري لأن كل منتخب في يوم الاثنين لو عشرين لعب لأبو بره فورب أنت عندك المنتخب في مصري فيه أربعة محترفين محمد صلاح محمد حسن تريزيجي محمد حسن كوكا محمد النيني بيجي أو ما بيجيش يعني فأنت أربعة يعني آخر معسكر قبل الإلغاء كابتن حسين كان ضم ثلاثة كان ضم ثلاثة فأنت ثلاثة لعيبة هتجيب من إين لما يبع عندك ثمن لعيبة من شبال أفريقيا من الجزائر وتونس والمغرب في الفريق في زافرينة للأهلي مثلا هتجيب منتخب أجير لعون منتخب مصر من إين منتخب مصر طول الوقت القوام الأساسي من اللعب المحليين بس أنت فترة قريبة كان مع أجيري كان نص المنتخب أو أكتر من قوام الثمانين في المية محترفين بره والحمد لله خرجنا من دروس 16 بس إذا كان بقياس ممكن يكون لها علاقة مسلا بخطة فنية لكن مش بالكوالة اللعبة اللي معايا أنت فين اللعبة أنت عديلي دلوقتي حطيلي تشكيل لمنتخب مصر من 11 محترف من 11 محترف شيء لحرصة الماركب شيء لحرصة الماركب كان عندك باك كريم حافظ ليه بعد كان عندك مدافع علي غزال ليه بعد عشان مستوىهم ليه أهله من المنتخب مصر كريم حافظ لعب خمسة واربعين ديارة في ماتش المغرب في الجابون حقيقة كان اضطر هكتور كوبر أنه يطلعوا ينقل أحمد فتحي لعبه باك ليفت ويلعب أحمد المحمد باكريت ده يعني ما لأ ما هونتا ما هونتا لا ما إحنا عندنا محترفين برا على فكرة ما إنت عندك أكتر من 3040 لعيب محترف بس مين فيهم يصلح للاعب الدولي للاعب المتخب مصر مين بقى حطي 11 لعيب كده يصلحوا للاعب المتخب مصر ما اللي قلت ليس بدا معاك هو بلأ أسماء كانت موجود سام ورسي خاتي الجنسية المصرية عشانين بتوها التموين بس تقريبا عشان أخو انت شايفة كده ماش يعني انت شايف فكرة الأجانب فيش ما عندناش محترفين فعلا فعلا ما عندناش محترفين يعني فين يعني انت عندك صلاح وتريزي جي مناصة ده الأجهزة اللي بتيجي لازم تبني علعب لها يعني سام ورسي ده كان قصك بيره وحوار لغاية لما خاتي الجنسية المصرية عشان يكون لعيف في وسط الملعب ويكون موجود في المنتخب يلعب عالمين من اللعب المحليين بعد كوبر بعد يلعب عالمين من اللعب المحليين يعني يلعب عالمين من اللعب اللي بتلعب في مصر انا بشوفوش بره بصراحة عشان ما قدرش أحكم في الجزء الماتشات اللي لعبها في المنتخب مصر يقدر يقعد طريق حامد يقدر يقعد محمد النيني يقدر يقعد عمر السلية يقدر يقعد حمد فتحي لما يرجع بإذن الله ان شاء الله يقدر يقعد محمد محمود طريقة عاد. لا. فانت شايف فيه ازمة عشان كده الاجانب صعب يزيدوا عن العرض المسموح. طبعا. انت عندك ازمة كبيرة. لو انت عندك برة خمسين محترف بتختار منهم حداشر يلعبوا اساسي او عشرة باستثناء مركز ارسط المرمى. اه افتح بقى الشمال افريقيا وجنوب افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا هاتي الحداشة الايمن محترف. طيب. انا فيه سبا دمانيه. لا وفي التشكيل السمكة واحدة او طيب كتير. اه. بس عنده ثلاث لعيبة في كل فريق في العشرين نادي بيعملوا المنتخب كويس. اه بقى هنا اللعيبة اللي موجودة المحترفين الكتير دول بيخلوا الدور يبقى قوي عشان كده اللعيبة المحلين بيبقوا قوية حتى لو لعيب بلعف الفرقة. تمام. بيبقى قوي في الوجود مع زميل المحترفين. ولكن انت معندكش. يعني انت معندكش لعيبة برة. بتبقى قوية عشان تسندك. ولعيبة المحلية بقى انت. انت مش شايف المحترفين اللي برة مخليني المحلين عندك هنا كويه? بمعنى. يعني عندك المحترفين اللي برة المفروض. يعني انت عندك مثلا فيه محترفين اجانب هنا. يعني مثلا عندك فرجاني الساسي في الزمالك. عندك مثلا قليو ديانج في الاهلي. اوكي موجودين. بس في نفس الوقت انت عندك لعيبتك المحلية موجودين وبيلعبوا. اه بس عشان فيه مساحة إنما لو أنت عندك لو أنت عندك سبعة في لو أنت فاتح زي السعودية مثلا عندها سبعة أو تمانية في جامل عيب هلعب على جنبهم فيش يعني أنت هتلعب بما حدث مربع لو أنت جبت محترفين الأهلي كلهم وخليتهم لعبهم. أنت عندك ستة محترفين صح? تمام. خمسة لا أعتقد خمسة ورجعت وليد أزاره لا خمسة وليد أزاره لا إحنا أنت عندك عندك أليو باجي عندك أليو ديانج وعندك علي معلول جرالدو. تمام؟ وعندك أجيه وعلي معلول. وعلي معلول. أه دا تكلم على أزاره السادس برة فلو أنت جبت ستة يعني أنت عايز تفتح بقى فأنت جبت ستة وحطرت ستة في الملعب هتلعب جنبهم خمسة صح؟ فالخمسة دول هيعملوا إيه؟ فأنت خدت مركز للعيب ممكن يطلع على كتف لعيب زي ما أنت بتقول. بس أنت في المنافسات الإفريقية مع الأندية أنت عندك مثلا فرقة زي التراجئ فيها سبعة من اللعب الجزائيين. أيما أنا بقول لك عشان المنتخب التونسي بس أنا أنا كان يدي بلعب في بطولات إفريقية محتاج أكون على قدر المنافسة. يعني مثلا فريد سانداونز لما لعبتها. كان عندك محترف. كتير. كان عندك كتير ولعب بينين مش من إفريقيا. آه. عندها محترفين من أمريكا الجنوبية. أيما هو عشان منتخب جنوب أفريقيا. واللي فرق معايا أن أنا لعبت بالمحترفين كلهم قدام فريصا دعم. عشان منتخب جنوب أفريقيا عنده اتنين وعشرين لعب يلعب بره جنوب أفريقيا. آه. فهو مش محتاج اللعب المحليين. أنا فهم قصدك. ما هي هو هو نزبه وتناسب. نزبه وتناسب. انت لو عندك محترفين أقوية. فمنتخب مصر هيبقى قائم على اللعيبة عشان تبدأ يعني تبدأ تفتح. فيبقى عندك اتنين تلاتة لعيبة. يبقى عندك كل. وبعدين انت عندك فرق. تمام. ليه محتاج الاهل والزمالك والفرقة القريبة منهم هما ليهبقوا أقوية. عشان هما دول بقى دونك المنتخب. تمام. هما انت. فانت لو لو الاهل والزمالك يعني لو الاهل والزمالك كل فريق عنده سبعة تمانية محترفين. مم. فبقى عنده اتنين تلاتة أسين اللي يبقى بس. بس المحترفين المتميزين دول لما يكون موجودين ملعبتك المحلية هنا في مصر. بيعلق قيمة الدور المصري. فبيخلي العبتك حفسها. هيعلق قيمة الدور المصري. بس هيقلل قيمة المنتخب. مم. مش هيبقى عندك اي انت دلوقتي مصر. بقى لها قديم الدور على باكلفت. اه طب تتكلم في مدر.